كاترين أحصى حزب الله 35 قتيلا وكذلك ما يقرب مما أتي جريح حتى هذه اللحظة من جراء الاشتباكات الدائرة ما بين حزب الله وما بين جنود الاحتلال الإسرائيلي إذن هناك وفق ضابط ميداني 35 قتيلا إسرائيليا وأكثر مما أتي جريح فيما لا تزال أعمليات الاشتباك مستمرة ما بين المقاتلين التابعين لحزب الله وكذلك ما بين جنود الاحتلال الإسرائيلي الذين يحاولون التواغل عبر محاور مختلفة في الجنوب اللبناني فيما يبدو أن القطاع الشرقي والقطاع الأوسط وكذلك القطاع الغربي يشهدون عددا من محاولات التواغل ربما خلال هذا اليوم فقط وصلت إلى ما يقرب من سبعة محاولات من بينها ما كان في النقورة حيث كان هناك ثلاث مرات حاول الاحتلال الإسرائيلي التواغل خلالها عند بلدة النقورة وكذلك كان هناك مرة أخرى رابعة عند المشيرفة التي تقع على مقربة من بلدة النقورة في القطاع الغربي من جنوب لبنان لكن المقاتلين التابعين لحزب الله تصدوا لكل هذه المحاولات وأجبروا الاحتلال الإسرائيلي على التراجع الجديد بالذكر أن هناك مركز يتبع اليونيفل وبالتالي فإن الحزب كان قد أعطى أوامره للمقاتلين بضرورة ضبط النفس حتى لا يكون هناك أضرار تصيب الجنود التابعين لبعثة حفظ السلام واليونيفل في الأراضي اللبنانية وفي المقابل دان اليونيفل هذا العمل وقال إن إسرائيل تعمل في مناطق قريبة من تواجدها وهو ما يؤثر على الجنود المتواجدين عند هذه النقاط الذين يكونوا بحفظ السلام طلبوا إسرائيل بضرورة التراجع وأن يكون هناك احترام للقرار 1701 الذي صدر عقب عام 2006 ويتحدث عن ضرورة أن لا تكون هناك انتهاكات وبالتالي فإن اليونيفل ترصد انتهاكات جسيمة من قبل الاحتلال الإسرائيلي في إطار محاولات التواغل في المقابل عند بلدة مارون الراس رصد حزب الله تجمعا لجنود الاحتلال الإسرائيلي وقاموا بإصابته إصابة مباشرة وفق ما قال الحزب أيضا في بيان له على مقربة من جنوب مارون الراس كذلك في القطاع الشرقي كانت هناك محاولات عدة للتسلل إلى عدد من بلدات الجنوب اللبناني عبر القطاع الشرقي إذن على طول الحدود ما يقرب 120 كيلو مترا ما بين الأراضي اللبنانية وكذلك ما بين الأراضي الفلسطينية المحتلة نرصد محاولات دائمة ومستمرة للتواغل في هذه الأثناء استمعوا بوضوح إلى صوت المسيرات فوقنا مباشرة فوق القطاع الأوسط تحديدا على ما يقرب من مسافة 2 كيلو مترا عند مارون الراس وكذلك عند بلدة يارون وهتين البلدتين اللبناني كان يحاول الاحتلال الإسرائيلي الدخول إليها مباشرة خلال الفترة الماضية في المقابل كانت هناك العديد من الغارات التي شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي منذ صباح اليوم وحتى هذه اللحظة بدأها بالخيام التي كثف ضرباته عليها خلال الساعات الأولى من صباح اليوم وربما ما زالت هذه الغارات مستمرة على القطاع الشرقي وكذلك القطاع الغربي فيما كان أيضا القطاع الأوسط قطاع رضا لغارة جوية عنيفة عند بلدة جيبشيت الواقعة في قضاء بنت جبيل فيما يستمر أيضا التحليق المكثف لطيران الاستطلاع وكذلك للطيران الحربي لضرب عدد من الأهداف يقول الاحتلال الإسرائيلي أنها تتبع حزب الله لكن في المقابل ما نرصده يؤكد أن هناك استهدافا للهيئة الصحية للدفاع المدني وكذلك للنازحين الذين باتوا هم الآخرون مستهدفون من طيران الاحتلال الإسرائيلي وخصوصا الطيران المصير الذي شن العديد من الغارات على مناطق مختلفة في الجنوب اللبناني وكذلك في محافظة جبل لبنان التي تعرض مركز للإيواء فيها لمصيرة إسرائيلية وهو ما خلف عددا من الضحايا ما بين شهداء وكذلك مصابين إذن لا يفرق الاحتلال الإسرائيلي ما بين المدني وما بين المقاتل لذلك فهو يضرب أهدافا ويقول إنها تتبع حزب الله وفي المقابل ما نرصده يؤكد أنها أهداف مدني